السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلب وطالبات الصفة الخامس الابتدائي النهاردة ان شاء الله معدنا مع فيديو جديد ونحل أسئلة كتاب الباهر يلا بينا مع بعض هنحل النهاردة صفحة 204 يلا نشوف أول سؤال عندي بيقولي أول سؤال read and complete the ticket with words from the box طب تعال نشوف الكلمات الموجودة عندنا في البوكس ecosystem النظام البيئي natural 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 يعني طبيعي connection تواصل connected everything in the world العالم الطبيعي natural natural is connected متصل يبقى هنا أول حاجة هكتب هنا كلمة natural natural وهنا كلمة connected connected متصل this connection هذا التواصل طبعا هنا احنا حطينا verb و هنا حطينا connection بس التواصل ده between between living and non living things is called an ecosystem التعريف ده مهم خالص يا سنة خمسة اللي هو تعريف ايه مثل تعريف النظام البيئي النظام البيئي بيقول لي انه هو كل شيء في العالم الطبيعي بيكون متصل من الأشياء الحقيقة والأكائنات الغير حية الكائنات الغير حية والحية بيحصل ما بينهم connection الكوننكشن ده اسمه ecosystem طيب read and match اقرأ ووصل living يعني ايه living احنا نشوف living بيقول لي something that is alive living كائن حي يبقى هو شيء ما alive حي على قيد الحياة alive يعني على قيد الحياة يبقى انا هاشتبدي هنا واكتبها هنا طيب number two non living non living غير حي something that isn't alive شيء ما غير ليس على قيد الحياة او غير حي يبقى هنا رقم ايه وهاشتبها كده طيب بعدين ecosystem زي ما قلنا ال ecosystem اللي هو النظام البيئي مالو بقى ال ecosystem all the animals and plants rocks in a place كل الحيوانات والنباتات والصخور اللي موجودة في مكانهم ما يبقى دي اسمها ecosystem النظام البيئي طيب rock pool بيقول لي هو a small area of water with rocks crabs seaweed seaweed ومكان فيه منطقة صغيرة من المية بيها ايه بقى صخور و crabs يعني كبورية و seaweed يعني عشب البحر او اعشاب بقى تعيش في البحر اعشاب بحرية يبقى كلمة rock pool البركة الصخرية رقم c وهنشطبها هنا طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده بيقول to choose the correct words everything in the natural world is كل شيء في العالم الطبيعي مالو بقى is connected طيب trees and animals الاشجار والحيوانات are بيعتبروا ايه living things كائنات حية اشجار و حيوانات تبقى living things يعني كائنات حية non living غير حية living is something that is alive الكائنات الحية هي الاشياء اللي موجودة على قيد الحياة alive the water in the nile المية اللي موجودة في النيل is fresh water عزبة salt water مية ملحة دي مية البحر Egypt borders حدود مصر seas بحار كم بحر عندنا في مصر two Mediterranean sea and red sea بحر الاحمر والبحر المتوسط بس طيب بعد كده بيقول لي fish and seaweed الاسماك والاحشاب الموجودة في البحر live in a بيعيشوا دولفين بيعيشوا في الروكبول ecosystem في النظام البيئي اللي هو صخور صخور البركة بركة رقم seven camels and gazels الجمال والغزلان live in a بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الديزرت في الصحراء desert ecosystem النظام البيئي الصحراء طيب safe comfortable or endangered means that there are not many of a plant or animal left in the world يعني الكلمة اللي احنا هنقولها دي معناها ان ما فيش كتير من النبادة او من الحيوان موجود في العالم يبقى endangered يعني معرض لخطر الانقراض يعني موجود منه مجموعة صغيرة عدد قليل طيب نكمل باقي الاسئلة هي سنة خمسة بيقول لي is a place where animals, plants and other living things live together ايه هو بقى الشيء اللي معناه ان هو المكان اللي فيه النباتات والكائنات الحية والغير حية بيعيشوا مع بعض اللي هو الايكو سيستم النظام البيئي طيب بعد كده بيقول لي are non living things كائنات غير حية من في دول كائنات غير حية trees ولا rocks ولا birds طبعا روكس الصخور الاشجار والطيور دول كائنات حية طيب نيجي لسؤال الترتيب read read and rearrange the words to make correct sentence تعالوا نشوف اول جملة بدأنا بplants النباتات ما لها النباتات بتحتاج need بتحتاج لي ايه النباتات لل sunlight لضوء الشمس طبعا وبعدين هناخد كلمة to معناها لكي to survive لكي تبقى على قيد الحياة plans need sunlight to survive طيب انا يامس بجيب الجمل دي منين الجمل موودة في الدرس احنا بنقرأ الدرس اكتر من مرة عشان الجمل دي تثبت بنفس الترتيب ده طيب وبعدين رقم 2 هبدأ بانيمالز الحيوانات animals مالها الحيوانات عايزة verb eat بيكلوا بيكلوا ايه بقى plants نباتات and and insects وحط الفلسطوب لازم اسيب مسافة ما بين الكلمات كده يا سنة خمسة طيب رقم 3 بيقول لي foxes السعالب مالها live بتعيش بتعيش فين in الصحراء the desert طيب اخر جملة معايا في الترتيب بيقولي turtles السلاحف عايزة verb are تكون endangered in فصائل معرضة لخطر الانقراض طيب نقرأ القطعة يا سنة خمسة لموجودة بيقول read the following text and answer the questions اقرأ القطعة دي وجاوب على الاسئلة قلت اكتر من مرة قبل كده ان ده سؤال معلش حبيب انا والله يعني بص بنتي تعبانة وتعولها ربنا يشفيها رب ان شاء الله ففصلة جدا بس قلت لازم اعملكوا الفيديو القطعة قلت من اسهل الاسئلة من اسهل من اسهل الاسئلة يا سنة خمسة يعني محدش يتخط منها ويفوت السؤال ده على نفسه لازم لازم نحل السؤال ده ونسبوش ابدا طيب بيقول ايه everything in the natural world is connected an ecosystem is a place where animals plants and other living things live together animals and plants need each other to live they also need suitable conditions animals eat plants insects and other animals to live they need food water and shelter and they need the weather to be at the right temperature طيب تحالوا نشوف الاسئلة قلت الاسئلة من اسهل ما يكون to show the correct answer animals eat plants and insects to اكيد الحيوانات بتاكل النباتات والحشرات عشان تعمل ايه survive عشان تبقى على قيد الحياة leave يعني وغادر مش هتنفع die تموت مش هتنفع animals need the weather to be at the ايه animals need the weather to be at the right temperature في درجة الحرارة المناسبة right temperature طيب بعد كده بيقول لي ايه حلوين what is an ecosystem ايه هو الايكو سيستم ده؟ او بيقول لي an ecosystem is a place where animals, plants and other living things live together النظام البيئي ده هو المكان اللي بيعيش فيه الحيوانات والنباتات والكائنات الاخرى مع بعض هو ده النظام البيئي اي مكان بيعيش فيه مجموعة من الحيوانات والنباتات وحاجات غير حية معهم يبقى ده اسمه ecosystem نظام بيئي يبقى ده اجابة رقم 3 طبعا هنكتبها ايه سنة خمسة بس انا عشان الوقت بتاع الفيديو why do animals do why do animals and plants need each other؟ ليه الحيوانات والنباتات كل واحد يوم محتاج للاخر بيحتاج للاخر علشان ايه؟ الحيوانات بتاكل النباتات والحيوانات لما بتموت النباتات بتاخد العناصر من البيئة يبقى هما الاتنين محتاجين لبعض في ايه؟ to live او to stay live لكي يعيشوا او to survive لكي يبقوا على قيد الحياة to live لكي يعيش او to survive لكي يبقوا على قيد الحياة وبكده سنة خمسة يكون درس النهاردة خلص وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي باي باي